السلام عليكم مرة ثانية عزيزة المتابعين ياهلا مرحبا فيكم في حلقة جديدة لهذا الأسبوع واليوم أنا حبيت أن أنزل هذه الحلقة بسرعة لأن البلغين اللي راح نتكلم عنه اليوم حاليا مجاني إلى نهاية السنة يعني تقريبا بقية خمسة أيام على أساس أنه يكون من بعدها برنامج مدفوع فأنا حبيت أن أشارككم هاي البرنامج وأشارككم هاي البلغين اليوم أصلا تلحقون أنكم تنزلونا من موقع أورتوريا راح نتكلم عن البرنامج راح نتكلم عن الخواص اللي هو يضيفها لنا على الصوت بشكل سريع خلوكم معي وإذا حبيت تواصلوا معي على الإنستغرام أو على اليوتيوب عنوين التواصل موجودة قدامكم على الشاشة تواصلوا معي من خلالها وإن شاء الله قدر أجاوب على كل استفساراتكم أوكي يا شباب البرنامج اللي راح نتكلم عنه اليوم هو برنامج تايب ميلوفاي من شركة أورتوريا وإذا حبيت الاسم ميلو طبعا هاي برنامج مثل ما قلتها هو حاليا مجاني بس إلى نهاية هاي السنة يعني أعتقد عقب تاريخ واحد واحد ما راح يكون مجاني فلحقوا ودخلوا على موقعهم ونزلوا هاي البرنامج حاليا بالمجان طريقة الحصول على هاي البرنامج جدا سهلة كل اللي عليك تسوي انك انت تدخل على موقع أورتوريا تسجل حسابك هناك باليوزرنين والباسور مالك راح يرسلون لك إيميل في هاي اليميل أيضا اللينك حق برنامج ثاني لازم تنزله اسمه أورتوريا سوفتوري سنتر هاي برنامج طبعا هو نوع المانجر حق كل الابليكيشنز مال أورتوريا على جهازك انت فكل ما تشتري برنامج من عندهم راح يبين في هاي السوفتوري اللي من خلاله تقدر تسوي انستول وتسوي اكتيفيت حق هالي بلاجين فبعد ما تنزل أورتوريا سوفتوري سنتر بتلاقي انه بيسألك لازم تدخل باليوزرنين والباسورد ويسوي سينكوية لحساب مالك وبتلاقي على طول عقوبها البرنامج موجود في هاي الاكاونت تضغط على اكتيفيت وتضغط على انستول اوتماتيكلي بنزله او بيثبته في برنامج اللي انت تستخدمه الDAW اللي انت تستخدمه برو تولز كيو بايس ستوديو وان لوجيك اللي هو فبتلاقي بعدين اوتماتيكلي صار في الفولدر مال اللي بلاجينز هاي البرنامج هني قدامكم مثل ما انت شايفين ينقسم البرنامج الى ثلاثة اشياء او ثلاثة اقسام رئيسية هاي الاقسام هي القسم الاول الـ preamp والقسم الثاني الـ tape والقسم الثالث هو الـ rotor او اللي هو الـ tape stop بنتكلم على كل واحد فيهم حين اول شي خلونا ناخذ جزئية الـ preamp هاي الجزئية هي مجرد الـ preamp اللي هو الصوت نفسه شونو يسوي فيه هاي الكاركترز اللي موجودة هني اللي هي الـ drive والتون والنويز هاي الـ three options يغيرون في الصوت نفسه في حدة الصوت في قوة الصوت هني تقدر انك انت تضيف لها مثلا punch او انت تسوي لها overdrive فيصير كنا يعني distorted sound صاير التايب يمثل لنا او يسوي simulation حق حركة التايب الميكانيكية اللي كانت موجودة من زمان على يوم التسجيل طبعا حزت التسجيل على التايب يكون فيه اشياء مثلنا التايب حركة الموتور مال التايب ما تكون مضبوطة مئة في المئة فتلاقي انه مثلا الصوت مال الموتور يبين او ممكن من خلال هاي الجزئية نحنا نقلد صوت الموتور مال التايب بنتكلم عنها التفاصيل كلها بعد شوي والجزء الاخير اللي هني هو هو الـ tape stop حركة التايب لما انت توقف او تبند التايب نفسه هاي الافكت هني هو اللي يضيف لنا هاي الحركة احسن طريقة طبعا عساس نعرف شنو يساوي البلغين هو ان احنا نجربه على اشياء فخلونا نجربه مثلا على سيكونس معين مثلا بس بفتر بشكل سريع على الـ presets اللي موجودين عشان نشوف كل واحد فيهم شنو يساوي بصوت واضح انا بس قد افتريت على الـ presets اللي موجودة هني من قبل طبعا ما سويت ولا شيء في settings هم بروح اغيرهم بس خلونا مثلا اذا نبتدي factory default خلونا نتكلم شكل سريع على كل واحد من هاي الاشياء اللي هني طبعا الـ drive الـ drive هو اللي يعطينا موضوع distortion فكل ما نزيد في الـ drive كل ما يكون الصوت distorted اكثر خلونا نجرب على مثلا بيانوز نشوف شون الصوت صاير هاي هو الـ drive اللي هو الـ overdrive اللي يعطينا distortion يكون فيه واضح طبعا الزر اللي هني يسوي boost حق الـ signal هذي بشكل اكبر ويبين الـ saturation فيه بطريقة اقوى فاذا شغلنا وضفنا شوية بعد نفس الشيء في الـ drive او عطينا شوية زيادة بنشوف شلون يصدر الصوت شفتونا شلون صار distortion جدا واضح فيه صار التون شغلته هو يعطينا الـ color او اللون حق الصوت نفسه فاذا سمعنا مثلا خلونا نبني الـ drive نسمع التون وشين يسوي بالضبط فعشان نسمع التون لازم نشغل عن طريق الزر اللي موجوده هني نسمعه شفتونا شلون الصوت تغير عطانا color او لون معين حق الصوت الـ noise هو اللي يضيف لنا صوت حركة الـ tape اللي موجودة في الأجهزة القديمة والتسجيل فكل ما سمعنا صوت الـ noise بنسمع صوت الـ tape noise اللي موجود على أيام الـ tape نسمع الصوت الـ noise مع بعض شون صاير موسيقى شفتو الضاف لنا الـ noise هاي وائد حلو حق سوالف اللوفاي أصلا الـ plug-in كله حق اللوفاي يعطي لنا وائد options فإذا نفكر أنك تسوي اللوفاي ميوزيك هالـ plug-in جدا جدا رائع خلونا نشوف حين الموديل الثاني اللي هو الـ tape الـ tape طبعا مثل ما قلنا هاي الصورة حتى اللي موجودة هني هاي تبين لك ان الـ plug-in من اسمه صاير على اسم الـ melatron melatron كان يعني جهاز جديد في عالم الـ sampling لانه كان يعتمد على الـ tape اللي موجود داخلها حق تشغيل high samples فحتى صورة الـ tape اللي موجودة هني هي بالفعل صورة مشابهة لجزئية الـ tape اللي موجودة داخل جهاز الـ melatron كل الأشياء اللي موجودة هني لها علاقة بالحركة الميكانيكية أو صوت الحركة الميكانيكية للـ tape نفسه الفلتر والـ wow والـ wear والـ mechanics كل واحد من هادلين طبعا راح يعطينا صوت مختلف نسمع واحد منهم اللي هو الفلتر شلون راح يأثر على tone مال الصوت نفسه الـ pitch نفسه راح يتغير خلونا نسمع مع بعض نشوف شلون ها يعطينا اللي هو الـ vibration في التون نفسه الـ wow هني نفس الـ wow effect اللي أكيد كلكم تعرفونه راح يعطينا صوت معين هاي الصوت ممكن نهو يكون ناتج من حركة الميكانيكية اللي موجودة في الـ tape نفسه نسمع مع بعض شلون بالنسبة حق خيار اللي هو الـ wear راح يمثل لنا مدى رداءة الصوت اللي موجودة في الموتور مع الـ tape على أيام تسجيل على الـ tape باسيكلي شنو فكرتها هي هي راح تعطينا صوت تدني أداء الموتور اللي موجود داخل الـ tape نفسه خلونا نسمع شنو صاير شفتها شلون هاي عطانا الـ noise فممكن أيضا معه بالتوازي مع اللي هو الـ wear والـ noise والـ wow والـ mechanics نحن نحصل على صوت من أصوات اللوفاي اللي مشهورة ننتقل الآن إلى الـ option الرابع اللي هو الـ mechanics باسيكلي هاي المكانيكس راح يقول لنا شنو مستوى صوت المحرك نفسه أو الموتور نفسه اللي موجود داخل هاي الجهاز شون تب بيكون واضح خلال وقت التسجيل خلونا نسمع شلون يعني تشوفوا حتى لما أبتدي أضيفها بدون أي شيء قام يضيف لنا الـ noise صوت الـ noise ما المحرك خلونا نسمع ويا الموسيقى مثلا نشوف شونه قدر يسوي موسيقى هاي بالنسبة حق جزئيات المكانيكس اني أحين إلى هاي الجزئية اللي تشوفونا قاعدة تتحرك هاي باسيكلي حركة الـ tape نفسه فأنا لما أضغط عليها راح يسوي slowdown حق الـ tape نفسه فهي بشكل ما تمثل لنا حركة توقيف الـ tape نفسه لما نوقف الـ tape بشكل يدوي هاي الجزئية تمثل لنا هاي الطريقة خلونا نسمعها مع بعض موسيقى 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 هاي طبعا لما اضغط انا على هاي الزر راح ينتظر نص بار ويوقف المقطوعة كلها اقدر اتحكم طبعا بالمدة اللي ابغيها ما بين ربع بار الى ايت بارز هاي بالنسبة حق هاي الجزئية ننتقل الى الجزئية الاخيرة اللي هي هاي القسم هنا ممكن من خلال هاي السويتش انا ابند واشغل البلوغين كله من خلال هاي الجزئية او من خلال هاي النوب ممكن انا اتحكم في الوفل مال الاؤتبوت مال البلوغين نفسه وين رايح واحد الماستر وهاي الجزئية الاخيرة هي الهاي باس واللو باس فلتر يعني شنو يعني ممكن خلال هاي الحركة ازيد من الهاي باس او ازيد من اللو باس فلتر اللي موجود على التراكب بشكل عام يعني خلونا نسمع مثلا مع بعض شوفتو شلون هاي يعطينا تحكم بالفلتر على مستوى التراك بشكل عام وبشيذي يا اخوان وصلنا الى نهاية الحلقة اتمنى نهاي عجبتكم ما وصلكم زر اللايك والاشتراك في القناة ومشاركتها مع جميع اصدقائكم حول العالم عشان نقدر نوصل لاكبر مجموعة ممكنة اتمنى لكم دوام الصحة والسعادة واشوفكم ان شاء الله في حلقة قادمة